طيب التلات بقى قرعة المنتخب قرعة بطولة الامم الافريقية اللي حتتلعب في الكاميرو ان شاء الله منتخب مصر في التصريف التاني برضو عشان تعرفوا ان هي نقاط مش كسات مصر وغانا يا جماعة اكتر دول عندها لقب في كاس الامم الافريقية مش كده مصر صاحبة الرقم القياس وغانا كانت هي المنافسة المباش ومع هذا لان المسألة مش بالكسات المسألة بالنقاط وانت بعيد عن كاس الامم بقى لك فترة نزلت للتصنيف التاني فبقت الدول ذات التصنيف الاول الكاميرون ونيجيريا وتونس والسنغال والجزائر والمغرب التصنيف التاني مصر وكودفور وغانا وبركينة فاسو وغينيا ومالي التصنيف التالت فيه الجابون وزنبيا وموريتانيا وغينيا بيساو وسيرليون والرأس الاخضر والتصنيف الرابع والاخير في السودان وجزر القمر وملاوي وجنبيا وغينة الاستوائية واثيوبيا يوم التلات هيكون القرعة البطولة هتقام في الكاميرون يناير اللي جاي ان شاء الله في الكاميرون البطولة كانت طبعا وجهة صعوبات كتيرة جدا بسبب كورونا لكن ان شاء الله تقام وتمشي بشكل كويس المنتخب عنده فرصة ان شاء الله كبيرة بس نشوفه ونشوفه دي مرحلة برضو صعبة جدا لان انت بتتكلم البطولة خلاص كاس العالم السنة الجاية في قطر يعني احنا الله يكون فعودي وقطر هتستضيفه في البطولة العربية برضو في قطر والله انا شايف ان المنتخب بيدفع تمن شوية اللبخة اللي احنا فيها الكروية المحلية لابد من موسم استثنائي نقدر نصبت بين اللي جاي لازم نفكر بطريقة مختلفة ان احنا ازاي نعمل حاجة تعدنا الى الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي يبقى عندك وقتك وفراغاتك وعدد الفرق يعني شوفوا العدد الامسل ده توصله ازاي بحيث ان انت خلاص اللي جاي كله عبارة عن الكرة نتيجة انها بقت بتخش في يعني منافسات اقتصادية جمدة جدا فالبطولات بتكتر سوان على مستوى المنتخبات او الاندية فمع دوري مكدس زي الدوري بتاعنا ده المسألة يعني كله بيدر بعضه